عادة ميزيدش في الحكام هو كان محكوم بعام ستين فوق على اساس بشي نطف في الحكم طلع خمسة سنين. انا مش نحكي عليها منزوز جوانب خاطر فما جانب بنجام شنحكي عليه وانا ما غير مطلع على الملف للنجم نكون لجانب الصحفي للنجم نكون ضده. هذا اذا كان معناها تجيبونا للملف ونشوفو هل ترعى الاخبر هذا لخرج واثر على عملية كانت جارية وكذا الله اعلم. هذا ما نجمش نحكي فيه. لكن بالنسبة الكلام اللي قالته امال صحيح ومش صحيح. لانه المتهم ينجم يستينف واحد وبرك. اه. وينجم يستينف معه كل جمهورية. هي الخصومة معه المتهم وكل جمهورية. اذا كان معه كل جمهورية. يولي المحكمة تنجم تطيح تنجم تخلي نفس الحكم وتنجم تزيد فيه. كيف احنا نسمى الاخبار هذا معناها المتهم استينف وكل جمهورية استينف. هذه الحاجة المرسوم مية وخمستاش. مم. قانون الارهاب يستوعب كل القوانين يبتلع كل القوانين. شو معناها? معناها المرسوم مية وخمستاش. والمرسوم اربع وخمسين. نعم. ولا وقانون المحكمة العسكرية. وقانون المحكم الحق العام. الكل الاولوية والاختصاص المطلق هو لقانون الارهاب. نعطيك مثال باش نستفهم. ريت كان عسكري يرتكب جريمة ارهابية. ما يتعدىش على المحكمة العسكري. يتعدى على قطب الارهاب. قطب الارهاب استوعب الاختصاصات الكل. بالنظر لانو هذا قانون تعمل في ايطار دعم مجهود دولي مكافحة الارهاب بنظر لخطورة الجريم. مهما كانت الجريمة من انظار محكمة اخرى صبغتها ارهابية. وحكينا في الموضوع هذا في سنوات سابق. ايه. كانت الذكر يتذكروا سيدة المستعمعين وقت الزملية في تازل الوطنية عديوا الرأس المقصوصة متى واحد من الراعي رب يرحمه. وآآ قعدنا في تعديوا وقت على قطب الارهاب وقعد الجدل عليش مش على المرسوم يوستاش ويش تعديوا على قطب الارهاب. القانون الارهاب يستوعب القوانين الكل. كل. ماي. شوف. طيب هو احنا